تعتبر حالك بأفلامك تعبر عن وجهة نظر معارضة للنظام؟ أنا معارض للنظام يعني بطبيعة نشئتي وتربيتي وفي نفس الوقت أنا بتصور أن لا يصح أن يكون هناك مصقف أو فنان أو مبدع في العالم يكون في خندق النظام موالي للنظام ليه؟ ليش؟ أنا هقول لك ليه لأن دايما المبدع وظيفته في الحياة هو الحلم بواقع أكثر جمالا أكثر تقلقا أكثر تحضرا إذن هو متصدم مع الواقع اللي موجود ده حتى لو كان جميلا يعني أنا نصري دايما يبحث عن الأجمل والأفضل أنا نصري قناعاتي اشتراكية لو كنت أيام عبد النصر كنت هبقى على يسار عبد النصر وهقعارضه فما بالك بالواقع اللي احنا فيه السيء ما هو إش وقع جميل عشان نبقى معارضين نبقى بنعارض من أجل الأجمل أنا بعارض من أجل اللي موجود قبح ولابد أن احنا ننشط حتى الجميل بلاش الأجمل فأنا متصور أن وظيفتي في الحياة أن أنا دايما نكون على يسار السلطة وأن أنا ممشيش في صفوف موالية للسلطة لأن هخدم أين هبقى راجل في النهاية راجل إعلام بعبر عن وجهة نظر النظام وفي ما أكثرهم موجودين يعرفوا يقدم المهمة دي كويسين قوي أنا أكيد مش محتاجين أنا فأنا مهمتي أن أنا أحلم للناس اللي أنا بنتمي ليها وأحلم بدلهم ساعات وأحلم لهم ساعات وأتمنى لهم الأجمل ساعات وأتمنى النفس الأجمل وبالتالي هتلاقيني دايما المتصادم مع السلطة الموجودة قلت أنه بطبيعتك ومن خلال نشأتك وطفولتك أنت معارض للنظام كيف حكي لي أكثر؟ أنا تربيت في بيت إلى حد ما تقدر تقول عليه سياسي تربيت كان صديق والدي السيد خالد محددين اللي هو عبد المجلس كات السورة ورفيقه عبد المصر وراجل تقدر تقول عليه عليه يعني يلخص مدرسة اليسار المصري الموجودة في مصر فمن وانا طفل صغير يعني كنت أجري كده وأنا بجري كده بلعب أسمع كلمة تنقض الأضاد والمادية الجدلية وجدل المادة اه اتشربت هالأصاص يعني فكان طبيعي جدا أن أنا أطلع منحاز أطلع منحاز للفقراء والبسطاء وأطلع اشتراكي لأن بسمع الكلام ده من أنا طفل عشان كده بقولك بطبيقة نشأتي كان لابد أن أكون معارضا لأن اللهم اجعلنا من أهل اليسار في الدنيا ومن أهل يمين في الآخر طيب تعتبر أنه الحل الثوري يصلح حاليا بمصر ولا هالفوضى يلي تعمه المجتمع نهاية المجتمع المصري ومجتمعات العربية كلها لسه بحاجة لنظام لتنظيم أكتر ولا يعني الشعب هل لا جاهز لحل الثوري ولا لا لا جاهز مدى جهوزية الشعوب للثورة ما حدش يدري حددها ولا أكبر مفكر في العالم ولا أكبر منظر في التاريخ لأن الشعوب دايما بتبقى أعمق وأكثر ثقافة من أي مصقف أو أي متحطر يعني دي علمتنا الشعوب إنها يعني حتى عبد الناصر لما كان بيخاطب الشعب يقوله أيها الشعب المعلم إن الشعب هو اللي بيعلم المثقفين وهو اللي بيعلم المفكرين وهو اللي بيعلم المنظرين فأي منظر أو أي مصقف ما قدرش يتنبأ حتى بس الشعب ده هيصور إمتى ولا هو جاهز للثورة ولا مش جاهز لأنه دايما بيفاجئنا الشعوب دايما بتفاجئ منظرين ومفكرين ودايما بتبقى سبقاهم يعني أحمد فوقت نجمل لهم أقولها لطيفة جدا يقول لحد فيهم كان يصدق إن فكر الشعبي يسبق أي فكر وأي لون يعني إن حس الشعبي يسبق أي فكر وأي لون فحس الشعب فعلا ممكن يسبق فما حدش يقدر يحدد إمتى الشعب ده هيصور أو إمتى الشعب ده مش هيصور لكن أنا بقول أن ليس هناك حل في الإصلاح يعني أنا شايف إن هم بقالهم 30 سنة بتكلموا عن الإصلاح في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام وأنا شايف أن الحلول الإصلاحية كلها حلول يعني مسكنة وزائفة في حاجات شكلها اللي لازم لها حل ثوري حل ثوري عشان الناس تبقى فاهماني كويس علم الثورة هو علم التغيير فكرة إن أنت تصلاحي حاجة غير ما تغير الحكاية إحنا محتاجين تغيير مش محتاجين إصلاح الإصلاح مش هيعمل حاجة وواضح إن هو بقاله هو أكتر من 20-30 سنة بيتكلموا عن الإصلاح في مصر وفي الوطن العربي وما حصلش أي إصلاح دائما من أزداد تأخر فعلى ما يبدو وقد أكون مخطئ ولكن هذه وجهة نظر إيه إن إحنا محتاجين تغيير محتاجين تغيير جزري وتغيير الجزري هو الثوري يعني زي ما برضو أحمد وقد نجي بقول نشتاقل حاجات من فوق الوصف وفوق الحصر نشتاقل الثورة تهد وتبني الدنيا في مصر طب شو شايف هلأ شو يعني وقد تقعد هيك تتطلع على المجتمع على مصر بشكل عام شو شايف فلوين رايحة مصر مصر والأمر العربية بشكل عام نحن يعني رايحين على سواد الحمد لله يعني يعني مش شايفي لكن ده ما يمنعنيش إن أنا أقولك أن أنا عندي أمل يعني أنا مش متفائل لكن عندي أمل يعني ما أقصى الحياة كلمة كتير آسية رايحين على سواد لأن الواقع اللي موجود كده يعني إما أنا بقعد أبص على الواقع المصري والناس اللي عملت أزداد فكرا يوم ورا يوم إن أقدم حضارة زراعية في التاريخ بنتكلم على أزمة رجيف الخبز إنت عايزة إيه أقصى من كده إما نقعد نتناتش رجيف الخبز من بعض وإخناقات على طوابير الخبز تصل فيه ناس بتضرب بعض وتموت بعض على رجيف الخبز اللي إحنا الشعب الوحيد في العالم على فكرة اللي بنسميه رجيف العيش من العيش يعني نعم يعني فيه الشعب في العالم بيسمي رجيف الخبز رجيف العيش جل الشعب المصري لأنه هو ده زاده طول عمره لما توصل أقدم حضارة زراعية إن إحنا نتخانق على الخبز يبقى إحنا مش رايحين على حاجة كويسة طب قلت إنه لسه عندك أمل شو؟ ما أنا بقولك ما أنا بقولك دايماً الشعوب بتفاجئ أي مصقف لأنها حسها سابق يعني أنا شايف الدنيا رايحة على سواد لكن قد يفاجئني هذا الشعب العظيم اللي هو عمده سبع تلاف سنة حضارة بحاجة عظيمة وحاجة مبدعة وحاجة ما كناش نتخيلها كله